استمراراً لجهود تطوير العلاقات المصرية العراقية المشتركة وتنفيذاً لتوجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت الاجتماعات التحضرية على مستوى الخبراء للدورة الثانية من اللجنة المصرية العراقية المشتركة برأسة وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري ووزارة التجارة من الجانب العراقي وتنعقد اجتماعات الخبراء على مدار يومي العاشر والحدي عشر من يونيو قبل ان تنعقد الاجتماعات التحضرية على المستوى الوزاري برئاسة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير التجارة العراقي أثير الغريري ثم تختتم الاجتماعات بانعقاد للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتشهد التوقيع على وثائق التعاون المشتركة حيث يتباحث الخبراء من الجانبين المصري والعراقي حول ملفات التعاون المشترك ووثائق التعاون المرتقب في مختلف المجالات بما يعزز جهود التنمية المشتركة في البلدين ويحفز العلاقات بين قطع الخاص لدعم جهود التنمية بينهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر